موسيقى تحية طيبة ومشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حادث الصحافة والبداية مع صحيفة الجارديان التي نشرت تقريرا لمارك أونسيد بعنوان نقل ثلاثة ألاف لاجئ في اليونان إلى مخازن مهجورة لا تصلح حتى للحيوانات حيث تم نقل اللاجئين إلى تلك المخازن بعد إغلاق الشرطة مخيما مؤقتا في بلدة إيدوميني بالقرب من الحدود اليونانية المقدونية وبإغلاق مخيم إيدوميني أكبر مخيم مؤقت في أوروبا اختفت أثار أربعة ألاف رجل وامرأة وطفل ويعتقد أن المفقودين بينهم عدد غير محدد من القاصرين يعيشون الآن في شوارع المدن اليونانية مثل سانونيك أو يختبئون في الغابات في المنطقة المجاورة للحدود المقدونية ومع إغلاق الحدود يستمر اللاجئون في محاولة الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر وقد انقلب قريبان في البحر خلال أقل من 24 ساعة بالقرب من السواحل الليبية الأسبوع الماضي وبناء على التقارير الواردة من داخل المخيمات في اليونان حول الأوضاع فيها كانت هناك دعوات لأجل عمل جاد من أجل مواجهتها ويستفاد من تقارير وردت من واحد من تلك المخازن الصناعية في بلد سيندوس بالقرب من سالونيك أن المكان الجديد عبارة عن مستودعات قدرة وخيام أقيمت على مسطحات إسمنتية قدرة وقال فوبرامزي وهو متطوع كان يساعد اللاجئين ليست هناك مياه ولا أغذية ولا مترجمون لم يحدث تقييم بيئي للمخيمات وليست هناك مخططات للإخلاء في حال حدوث كارثة هذه المخيمات غير أمنة ولا تصلح حتى للحيوانات ووصفت المتطوعة أليكساندرا سوث التي زارت مخيما آخر أقيم في مصنع قديم للجلود في ضواحي سالونيك وصفت الأوضاع بأنها مزرية وأن هناك أكواما من الزجاج المكسور ونوافذ المخازن التي يقيم فيها اللاجئون محطمة ونشرت صحيفة التليغراف تقريرا أعده كل من راف سانتيجز وجوزيه أونسور مراسلها في بيروت بعنوان تنظيم الدولة الإسلامية يخلق أزمة رهائب في جميع أنحاء مدينة الفلوجة والجيش العراقي يصاعد الصراع الدموي يصف التقرير رحلة شخص يدعى محمد شعلان حاول نقل من يستطيع من أفراد عائلته وجيرانه من المدينة إلى مكان آمن لكن يبدو أن كل عائلة كانت تفتقد واحدا من أفرادها وأن هؤلاء خطفهم مسلحهم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية جمع مسلحو التنظيم الأشخاص الذين خطفوهم في مركز المدينة لاستخدامهم كدروع بشرية كما قال شعلان ومع اقتراب جحافل الجيش العراقي من المدينة بلغ عدد المدنيين في قبضة تنظيم دولة الإسلامية ما يقارب الـ 50 ألفا وقال عيسى العساوي رئيس بلدية الفلوجة المنفي أن المدينة أصبحت أكبر سجن في العالم أما شعلان ومرافقه فقد تعرضوا لإطلاق نار من مسلحي التنظيم قبل ثلاثة كيلومترات فقط من مقصدهم الآمن مما أدى إلى مقتل امرأتين وجرح آخرين وصل شعلان إلى مقصده مع من تبقوا على قيد الحياة وهو مستعد للعودة إلى المدينة لإنقاذ آخرين وبالانتقال إلى موقع تركيا بوست نقرأ مقالة لمحمد عبد العظيم بعنوان عدنان مندريس الرجل الذي أعاد لتركيا إسلامها يصف فيه الكاتب علي عدنان أرتكين مندريس بأنه شهيد الأذان ولد عدنان مندريس عام 1899 بتركيا وشارك في الحياة السياسية وانضم لحزب الشعب الجمهوري وترشح في الانتخابات نائبا عنه وفي عام 1945 انفصل عدنان مندريس وهو وثلاثة من رفاقه وأسس الحزب الديمقراطي ودخل مندريس الانتخابات التركية ببرنامج غريب يتلخص في بضع نقاط أولا عودة الأذان باللغة العربية ثانيا السماح للأتراك بالحج ثالثا إنشاء المدارس وتعليم اللغة العربية رابعا إلغاء تدخل الدولة في لباس المرأة خامسا إعطاء الحرية للناس في ممارسة الشعائر والاعتقادات وفاز حزبه بانتخابات عام 1950 فوزا ساحقا بحصوله على 318 مقعد بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 32 مقعد فقط وبدأ مندريس في تنفيذ وعوده فسبح للأتراك بالحج بعد منعهم لسنوات وجعل الأذان باللغة العربية وفي عام 1954 عقدت الانتخابات للمرة الثانية ليستكمل مندريس اتساحه فيفوز بنتيجة أكبر من السابقة ويواصل إنجازاته ويستكمل وعوده فينشئ المدارس لتدريس اللغة العربية وشيد 10 ألاف مسجد وفتح 20 ألف مدرسة لتحفيظ القرآن و22 معهد لإعداد الدعاة لنشر الإسلام الصحيح كما عمل على تقوية العلاقة مع الدول العربية وفي نفس الوقت قام بطرد السفير الإسرائيلي عام 1956 وظل مندريس في نضاله السياسي المشرف حتى استطاع إعادة بوصلة تركيا إلى الاتجاه الصحيح فبدأ حزب الشعب الجمهوري يصنع له الاضطرابات والقلاقل وفي عام 1960 تحارك الجيش التركي بقيادة جمال جورسيل وأعلن للقلاب على مندريس في أيار عام 1960 وتم تجميد حزبه والقبض عليه وحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ حكم الأعدام في أيلول عام 1961 ليختم عدنان مندريس حياته ختاما مشارفا بمقولته الخالدة وأنا على أعتاب الموت أتمنى السعادة للوطن والأمة وبالانتقال إلى صحيفة العرب القطرية نقرأ مقالة لإسماعيل ياشا بعنوان هل ستتغير السياسة الخارجية التركية؟ وأشار فيه الكاتب إلى نظرية صفر مشاكل لأحمد داود أغلو وبأن السياسة الخارجية التركية بنيت إلى حد كبير على نظريته الشهيرة وتبنت أنقرة سياسة خارجية فعالة والانفتاح على جميع الاتجاهات وكنتيجة طبيعية لهذه السياسة زاد عدد السفرات تركيا في القارة السمراء ولأول مرة قام الرؤساء الأتراك بزيارات لبعض العواصم لتعزيز علاقات أنقرة معها في مختلف المجالات ويتساءل الكاتب هل ستتغير السياسة الخارجية التركية التي رسم ملامحها داود أغلو طوال أكثر من عشر سنوات في عهد الحكومة الجديدة يدور الحديث حاليا في بعض الكواليس أن السياسة الخارجية التي تبنتها الحكومة التركية خلال تولد أغلو لوزارة الخارجية ورئاسة الوزراء فشلت في بعض الملفات الإقليمية مثل الملف السوري وأن الحكومة الجديدة ستتبنى سياسة خارجية مختلفة دون أن يذكر أحد تفاصيل هذا التغيير المتوقع وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو حافظ على منصبه في التشكيل الوزاري الجديد وهذا مؤشر يشير إلى أن السياسة الخارجية التركية لا ينتظرها في المستقبل القريب تغيير جذري التغيير المحتمل الذي يتحدث عنه كتاب ومحللون لم يخرج حتى الآن من دائرة التخمين والتكهن والأمان ومن المؤكد أن أنقرة ستواصل الانفتاح وتبني السياسة الخارجية الفعالة التي انتهجتها منذ توالي حزب العدلة والتنمية حكم البلاد وستعمل في إطار الممكن للاستفادة من هذه السياسة التي تعد من أبرز نجاحات الحكومة التركية في عهد حزب العدلة والتنمية السياسة الخارجية الحالية بنها أردوغان وداود أغلو معا وقد يكون هناك ما يحتاج إلى التصحيح والمراجعة في هذه السياسة إلا أنه من غير المتوقع على الإطلاق أن يشطب أردوغان على كل ما رسمه داود أغلو في الخارجية التركية أختم حلقة اليوم مع موقع كلنا شركاء ومقال لوهيب اللوزي بعنوان باحثة مصرية تكشف تفاصيلها ما حول العلاقات السرية بين إسرائيل وإيران حيث كشفت الباحثة المصرية في شؤون الإسرائيلية سارة شريف عن تفاصيل سرية حول العلاقة بين إسرائيل وإيران ونشرت في كتابها الذي صدر مؤخرا وحمل عنوان المشروع الأسود خفاياها ما حول العلاقات العلنية والخفية بين إسرائيل وإيران على كل المستويات السياسية والدبلوموسية والعسكرية وأيضا الاستخباراتية توزعت على خمسة فصول بواقع 300 صفحة وذكرت الباحثة في حوار صحفي نشر في صحيفة السياسة الكويتية أنها وجدت علاقة مريبة ومشبوهة تربط إسرائيل وإيران فقررت أن تستمرأ في البحث حتى توصلت لفكرة الكتاب الذي استند إلى وثائق حصلت عليها حول لقاءات سرية بين قادة أمن ومسؤولين كبار في الدولتين للاتفاق على أشياء مهمة ومحورية تؤثر بشكل مباشر على الشرق الأوسط نهيك عن صفقات النفط والأسلحة والبضائع والتعاون الكامل بينهما في سرية تامة وفي الخفاء وقالت الباحثة شريف أنه رغم العلاقات السرية بين إسرائيل وإيران إلى أن المسؤولين في البلدين يفتحون النار علانية في وسائل الإعلام المختلفة بشكل مريب بينما أكدت الوثائق التي نشرتها في كتابها طبيعة هذه العلاقات السرية الخفية وأصدرت الباحثة شريف كتابها الأول الذي حمل عنوان إسرائيل تحترق والتي تناولت فيها أزمات ومشكلات وقضايا المجتمع الإسرائيلي بجرأة ليحقق الكتاب نجاحا مدويا ما شجعها على مواصلة السير في حقول الألغام لتصدر كتابها الثاني الأشد قسوة المشروع الأسود وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة